هل يفتح التجمع الوطني الديمقراطي صفحة جديدة بتولي الطيب زيتوني قيادة الحزب ففي مؤتمر استثناء عقد في ظرف صحي خاص حتى ما على المؤتمرين تحويله لمؤتمر عادي أفضل تزكية الطيب زيتوني أمينا عاما جديدا خلفا لعزدين مهوبي الذي سير الحزب بالنيابة لأكثر من عشرة أشهر ألتزم أمامكم على أن أعمل ضمن مبادئ التجمع الوطني الديمقراطي واضعا نصب أعيني لمش من المناظرين والابتعاد والابتعاد عن كل عوامل التفرقة من أجل انطلاقة جديدة في الجزائر الجديدة زيتوني المعروف بمعارضته لتوجهات الحزب السابقة دعا مختلف الشركاء السياسيين إلى تحصين الجبهة الداخلية وانتهاج سياسة التوافق المسؤولة للحفاظ على المصلحة العليا للبلاد إن عمل المستقبل يعتمد على نظرة سياسية جديدة ترتكز على النقاشات الداخلية للقواعد النضالية وكذا تكامل أفكار وتصورات النخب والإطارات داخل الحزب نظرة حقيقية تحمل حلولا مسؤولة وواقعية لمختلف أمهات القضايا الوطنية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بعيدا عن الدماغجية والشعبوية ولا تكتمل هذه النظرة إلا إذا تجندت أسرة التجمع الوطني الديمقراطي المشاركون في المؤتمر السادس للتجمع الوطني الديمقراطي صوتوا على تشكيلة المجلس الوطني وعلى القانون الأساسي وعدد من اللوائح التنظيمية